طيب احنا متعودين في بداية كل الحلقة بتاعتنا ان احنا بنقول لضيفنا انت بدأت كرة فين؟ فين اول محطة بدأت فيها؟ وازاي؟ وهل لعبت كرة شراب في الشارع؟ ولا لعبت على طول في النادي؟ ولا كنت تلعب في مركز شباب؟ ولا تلعب في نادي صغير؟ وبعدين اتنهلت؟ وازاي دخلت النادي الهل؟ ازاي انت بدأت كرة فين؟ والله ازاي ما حضرتك بتقولك في الشوارع الشبراء والساحل انت من شبراء بلديتنا وزي معظم اللعيبة يعني في الزمان في السبعينات وكذا كنا بنلعب في الشارع كانت الدنيا متاحة يعني كان فيه حتة نلعب فيها بالزبط لأ وكنا بنعمل مسابقات على مستوى الاحياء كان عندك فرقة؟ اه فرقة الساحل بتلعب فرقة رود الفرج بتلعب فرقة كذا يعني فيه مسابقات الفرقة بتاعتك بتلعب فيها دي هل زهر منها نجوم راحة قندية تانية؟ او كملت معك؟ لا لا ما كملوش ما كملوش انت اللي واعي بس لوحدك هو كل شيء نصيب طبعا طبعا لما كانوا على مستوى كويس برضو بس حضرتك عارف النصيب يعني لعبت دورات رمضانية؟ لعبت دورات رمضانية وكان فيه مركز شباب الساحل جميلة ايوة طبعا كنا بنشترك مراكز الشباب بقى بتلاعب بعضها مراكز الشباب وبعدين كشفين النادي الآدي حضرتك زمان كان ليه كشفين اه ما عرفش هل التقليد ده لسه موجود ولا لا الدنيا بغيرت يعني هلات فيه اختبارات الناس هاي اللي بتروح النادي بالضغط بالضغط فخدوا مين اللي شافك اول واحد وانت بتلعب؟ والله المرحوم محمد مكمل محمد مكمل اه طبعا طبعا ودنا النادي الاهلي عمل فرقة قالك ايه فلما شافك بتلعب قالك ايه؟ هو حضرتك شافني في ماتش في الشارع في الشارع قال لي تعالى انت ها وديك النادي الاهلي اه انا طبعا بالنسبة لي يعني يعني ايه اللي حصل لما قالك لا انا ما استغربت واستبعدت الموضوع لان انا ما كنتش عرافه اساسي اه فقلت النادي الاهلي يعني من الشارع للنادي اه وعمل فرقة هو بينقي مجموعة من الناس من كل الاحياء اه ويعمل فريق ويكتفق مع مدرب النادي الاهلي ييجي شوف بالسن بتاع الفريق ده اه يعمل له ماتش تجريبي كده مع ناشئين تانيين ده فيه الكلام ماتش تجريبي في النادي الاهلي يعني بياخد يعني عشر وخمسنشر لعب ويروح يلعب بيهم في النادي لعشان يوريهم للمدرب بزرق اه وكان الكابتن عواضين الله يرحمه الله يرحمه كابتن عواضين اه ربنا يتجمد واسع الرحمة يعني كان هو اللي بيبص على الماتش ده نعم فاخدني منه كابتن عواضين اه كان ايه اللي حصل اللي ضار بينك وبينه بقى اه قال لي تعالى ودخني فيه متش تانية يعني انت عارف حضرتك بيبتدي صعب تصفيات اه بالزبط كده اه وبعدين رئيسي في الاخر انه هو اه حطيني مع الفرقة الاساسية بتاعت النادي 16 سنة